طبعوا أسماءهم بأحرف من ذهب ليس فقط على صفحة التاريخ وإنما في قلوب الملايين عبر العالم كتبوا ملحمة مغربية خالصة في نسخة عالمية أريد لها أن تبقى أبدا تاريخ مغربية نعود من جليل مشاهدين الكرام لمواصلة الحديث حول الإنجاز المغربي العربي الأفريقي غير المسبوخ في تاريخ أكبر مسابقة كروية عبر العالم مركز رابع لأسود الأطلس في زي بطل العالم إذن أجدد الترحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي مرحبا بالجليل أستاذ أهلا وسهلا كذلك يصرني أن أرحب من جليل وأستاذ سعيدة الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات كنت بصدد الحديث معكم أستاذ الخمسي حول الرصيد ربما هذا الارتباط الوجداني لمجموعة من اللاعبين الذين ربما ازدادوا وتربوا ونشأوا في أكبر الأندية الدولية لكنهم لبوا نداء اللعب عبر المنتخب الوطني يعني في نظركم لماذا هذا الارتباط الوثيق لمغاربة العالم ومن بينهم طبعا لعبوا كرة القدم بالوطن بالمغرب السابق المولى مرة أخرى يعني أجدد التأكيد على أن العيبية دي الكوراني نتكلمون اللغة دي اللغة الكورانية بيك ركاقية يعني مرة أخرى أثبتوا أن التروى الحقيقية في مغاربة العالم ليست هي التحويلات وليست هي ذلك الأشياء التي يجلبوا لعائلتهم بأن التروى الحقيقية المستبطنة يعني في مغاربة العالم هي فيعتقادية ثلاثة الأشياء كبيرة الأولى هي اللي يعني أعتقد طولنا فيها يعني في النقاش هي التام غربيت ففي الوقت اللي هم تيجيوا يلعبوا كرة أو يستمروا أو فهما في نفس الوقت هم صفراء لا لا لأنه لما تبشي مثلا عندما درس الظاهر درس العلاقة دي المثلا مبابي بحكيمي مبابي مؤثر في الشعب الفرنسي مؤثر وأنا تقول مبابي يغدل درس السياسة سيكون حاجة أخرى العيبية لأن القاعدة الجماهيرية دي لهم هذه العلاقات زياش مع هنا هذا مع هنا هذا استثمار كبير كسفراء أولا الهوية المغربية التقاف المغربية هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو آل الأول أننا نشوف التجارب في فضلا في العالم وأزعم أنني على الأقل طلعت على جريبتين الجريبة الألمانية والجريبة البرازيلية في كرة القدم لا تنتكلمش عن الرياضة وهنا نفتحه واحد القاعدة السعب المولى هذا القضية دي الرياضة والكرة شار له الأستاذ قبيلة يعني بعم قضية لأنها فعل اقتصادي هذه الرياضة اللي عراقوا المواطنين والصحة والرياضة هذا شغل وزارة صحة نحن لا تنتكلموا على شيء آخر تنتكلموا على الكرة باعتبارها قطاع أفقي استراتيجي تدخل فيه السياحة والاقتصاد والداخلية والخارجية والتقافة بالتالي هو إحدى الروافع الكبرى الآن في العالم لتسويق الدول وإحدى الروافع الكبرى للاستثمار راه الآن الآن إلى قلت لك عشرين ألف لاعب برازيلي يزاولون خارج بل كتر من هذا فش قلت لك الجريبة البرازيل يعني من الدول التي تدعو لاعبها إلى التجنس بجنسية أخرى شوف غيسير ولعب في دولة أخرى وخود الجنسية وخود الفلوس وبقتل ما ما تجيش رابحين معك لأننا يكفيني لما تكون موديع يدع مباراة أمام الملايين ويقول هذا اللاعب الفلاني يلعب مع المنتخب الفلاني من أصول برازيلية هذه أنا بركة لي إذن الأمر اللول قلت أنهم صفراء الأمر الثاني هم رسيد استراتيجي مادي لأن هذا تلعبوا بأرقام كبرى تلعبوا في أندية كبرى تنتميوا لشركات الإشهار والاستهلاك كبيرة الأمر الثالث هو أن بهذه مغاربة العالم اللي يمكننا نبنيه طبعا مع الداخل نموذج كراوي مغريبي لأن هذا قبيل على شحلة الخصوصية المغربية ألمانيا قبل 2019 أحدثت الجنة فيها 37 خبير واحد فيهم اللي تفهم في الكرة و36 لا علاقة لهم بالكرة من عالم السياسة والاقتصاد والأمن والتقافة سؤال واحد تعطى لهم من الحكومة الألمانية قولوا لنا كيف تكون ألمانيا في العشرين سنة القادمة رائدة في كرة القدم باعتبار كرة القدم إحدى الروافد الاقتصادية الكبرى إحدى الروافد السمعة شوف قالها قبيل المستدقى الشرق ما أعقلتش عليه كون جمعنا الفلوس اللي عندنا في مغرب كامل وعطيناها الشيوة كان لدى الإشهار باش تسغلنا صورة على المغرب في الشهر إن شاء الله ما نجيبوها باد نحن ندرناها بالنية اللي قالها دك بالتالي مغاربة العالم الآن يجب أن لا ينظر إليهم فقط بالمؤشرات التقليدية ديال العائدات ديال التحويلات ينظر إليهم على أنهم الآن لأننا نفش نشوف المنتخب نشوف هذا كبوفال جب جريبة حكيمي جب جريبة المدريب براسورة مغاربة العالم جب جريبة بمعنى أن هذا الغناء اللي ترنى ترنى بسبب هذا التلاقح ذكرت قضية ديال أكاديمية محمد السيد الكرة القدم الآن أنت كل صباح تتسمع أكاديمية بارشالو ناجات أكاديمية ريال مادريد وجلت مش تطلع على هذا الشيء دوار زيما جاية عندنا لسوادي عيونينا حيث نحن ضريفين جاية عندنا لأننا تتعرف بينا ذاك الفلوس اللي تستثمرها باش تقلب على شيء وليد صغير عنده 12 العام كما قلت السيعب المولارقاي قيف شيء دوار رأي يمكن نستثمر في ألف وإن نطلع ليغي واحد بحال بابي رأي رديت الاستثمار ديال الآن من الأمور من الأشياء الكبرى اللي داخلها في السؤال الثاني اللي طرحت في البداية ديال هذا ديال كيفاش نضمنه الاستدامة ديال هاتشي أن أكاديمية محمد السادس بالخيب الأوجي ما تنساش عندنا 26 العيبي اللي يمشون المونديل فيهم ربعة آخر ريجي لأكاديمية ربعة على 26 هي واحد على 12 ستدير 10% يعني بمجهود اللي في وقت زماني قصير هذا اللي هو أقرد ونصيري ونحي اللي الآن أنا بالنسبة لأناحي يعني تنقولها بهذا بعينية تنقول بإننا إلا كان أحسن لاعب في المونديل فأجمل لاعب كان في المونديل هو أناحي إلا كانت جائزة أجمل لاعب رقائقي هو أناحي بالتالي الآن أكاديمية محمد السادس تفكير في اشتغال لها جهويا في المغرب تحويلها إلى صندوق أكاديمية محمد السادس لتطوير كرة القدم متنهضلش على الرياضة تضع لكرة القدم استثمارية استراتيجية مش ديال الناس يعراقوا ودروا الرياضة وهذا شغل آخر ديال وزارة الصحة ووزارة الرياضة والأمر الثالث هو أن أكاديمية محمد السادس لها كل الإمكانيات ولها الخبرة والتجربة ديال أنها تقلبنا على المواهب ديال مغاربة العالم اللي هما الآن إلا كان مجلس الجاري يقدر يحسس بعمية واحد فتنقول الآن هم بالآلاف ديالنا هذا اللي حسيناه رتاو وصل مع فرقاء وضرب فيه ضوعة وصلنا له أما هناك في مغاربة العالم بالتالي الآن خسنا نحوله نفكره جميع يعني فاشا نقول جميع كل القطاعات سواء كانت رسمية أو غير رسمية في بلورة استراتيجية ديالي استدامة فكرة القدم على اعتبار أننا شعب أنا تنقول هذا ما ماشي هذا رأي ممكن يختلفه معي كتير الرياضة اللي تتدار في المدراسة والذي ما كنت نقولها بسبيل الضحك لأنه كنت صغير كانت تنضوخ تديرونا ذاك الطابي والباسكيت والهو اشتحنا وخدير وزارة تعليم جميع الإمكانية ديالها باش تخرجنا تلعبوا الريقبي مغاللعبوش الريقبي مزيلا لأننا شعب كرة القدم يعني هذه الميزة ديالنا ما غاليمكنش اللعبوا كرة القدم الأمريكية وخديرنا في المدارسة بالتالي مدارسنا سيمشيوا في هذا الاتجاه ماشي بالمعنى لأننا ذا بالآن ما تنفهمش بأن تدير للكوفيسيون المعامل للرياضيات أنا التلميذ مشاهد في الرياضيات فاشا تدير للمعامل السستة وخلال ما وادخرة تكون ضعيف فيها تندوز ولكن حدايا واحد ضعيف في الرياضيات ولكن جيني في كرة القدم علشها ما تكونش عنده كرة القدم معامل السستة ويكونوا النتائج بمعنى أن الآن تفكير أفقي الاستثمار لهذا النجاح اللي أنا ما تتعجبينش دواجيزة يمكننا نعودوه يمكننا في المونديال الجاي نكونوا في التومون أو الربع بمعنى أن يمكننا يقول لدينا عادي وطبيعي الآن البرازيليين تقصوه في الربع النهاية ومشاووا تضربهم الشعب مرادش عليهم علش لأن السقف ديال شنو الناس تسناو من البرازيل وحنا ترعتنا في هذا المونديال أنا خسرنا مع فران صرتنا نوع من الإحباط العام علش لأن سقف الحلم عندنا وصف سقف الطبوح عندنا تقناف رأسنا ماشي صدفة لأن ماشي بمزايدة مجموعة الدول العربية كانت بالشركة في المونديال وكانوا بصلاة الربع وهذا قد تكون صدفة لمغرب الله أولا دولة سباقة كل أحدث الكبرى في إفريقيا كان المغرب سباق لها نعم وهذا ماشي نستارجية باش نبقى نستارده لا هذا سياق تاريخ سيتم شكل حجر زاوية في شق من هذا النجاح المغربي أكاديمية محمد السالس بعد سنوات كبيرة نأتي اليوم إلى المحصلة أنها أعطتنا أربع عام من اللاعبين المميزين لهم ركائز في المنتخب الوطني ما الذي ينقصنا حتى تكون ربما هذا النموذج يعني شبه معمم على جميع الفرق المغربية انتقلنا ربما من الهواية إلى الاحتراف كلها توفر على نوعية الشركات الرياضية تتوفر على مدارس ستوفر على أرضيات لماذا لا نجد ربما هذا النموذج هذا المنتوج يعني المعمم على جميع الفرق كينا في بعض الفرق التي يعني تساهم بعض اللاعبين في المنتخب الوطني بدون ذكر الأزماء لا صحيح ولي كان قبله هو أن كان نها ما كنت عندنا واحد الإيمان كبير بهذا اللاعب المحلي لماذا؟ أنا كان قوله بأن وقعا كان دلو التكوين وقعا كان دلو واحد مجموعة من الأمر ولكن كان دائما لنصل إلى مستويات ليم زيانة كان دائما كان دائما كان دائما لدينا واحد إما لعب أجنابي إما لعب يجيبوه من المغربة العالمية التي يقعبو معنا لعب مستوي منتخبات وعلى مستوي الفرق الوطنية كي نشاهد مثل وياد الرياضي أو رجاء الرياضي أو الجج ملكي أو تيتوان أو مجموعة أميناء كان قوله دائما كانت واحد قيمة مضافة عن اللاعب الأفريقي أو اللاعب الأرجونتيني أو بعض اللاعب الأفريقي كان قيمة مضافة كذلك في اسم المنتخب الوطني كنا في حال الوقت نظر بأن غير معربة القراغي كان سابقا أن لدينا واحد ثلاثة اللاعباء من البطولة الوطنية وكذلك في أغلب الأوقات كان لدينا لاعبين من بره ما كان لدينا هو أن لم يكن لدينا الحماس للفريق الوطني ولا اللاعبين المحليين بأن كان إمكانية لأننا نكون مجموعة من اللاعبين عفوا اليوم اليوم الذي لدينا هو أساسي والذي مهم هو أن إلا استثمرنا اليوم في الفرق الوطني وإلا استثمرنا في الفرق المحلي لا يمكن أن تكون نتيجة لماذا؟ لأن اليوم إلى الفريق الويداد البيضاوي الرجاء الجيش أو فاس مجموعة من الفرق إلا استثمرنا في اللاعبين كان لدينا الإمكانية أن نصل إلى مستوى جيد وبالتالي نظر أن اليوم ستكون فارق ما بين الذي كان قبل هذا المنديال وبعد هذا المنديال كان كل شيء يقلب عن اللاعب الجاهز فوق الكبرى المغربية يقلبوا عن اللاعب الجاهز يجلبوا جاهز اليوم ستبدأ هذه الأيان ستكون لدينا ميكانية أجل وقال هذه الأمور ستعمل إلا عن طريق أن نشأل بخطوة متسارعة نحو المتحدثات أستاذ عبد المولا لا يوجد الحق أننا نقوم بمقاومة في الفروق ، يعني نضع الأندية بإنظامة ونخريط اليوم خاصة نتاقلو ، لدينا الشركات التي تتخدمونها ، وكنت لدينا الشركات مفعلة لماذا؟ لن يقول لدينا واحد الاستثمار في البنية التحتية استثمار في رأس المال البشري ، استثمار في التكوين استثمار في مجموعة من الأمور ، كذا كان الجامعة تتعاون في الانتجاه هذا لن تتخدم على الأقل ، ويدينا واحد لعبة أو تلاك لعبة لأن اليوم كتبياً بأن هذه الأمور التي تتعاون فيها هي منتجة للتروة لأن اليوم نرى مثلاً الياميق ، أو بدرداري ، أو عطيات الله ، أو جبران هذه اللاعبين ، اليوم السومة التسويقية لهم تضاعفت على الأقل عشر مرات أو عشرين مرات ، وبالتالي ، هذه الأمور ستتعاون بالنفع على الأندية الوطنية اليوم هذه الأندية ستتعاون بأن تكونوا واحد اللاعبين لا تقدم إما يذهبون إلى منتخب الوطني وإما يذهبون تصديرهم من الخارج إما نحو أوروبا أساساً أو دول الخارج هذه الأمور ستتعاون بالتروة والحفاظ الشغلة اليوم ستنتقلون من قطاعهم الرياضة وهو قطاع أغلب أوقات هو قطاع مدعام كنت ترى أن تتعاون على الدعم الجامعة على قطاعات الوزرية والجماعة الترابية إلى قطاعين الذين يعيشون بالرأي ، يعني بإستقلاله اليوم أشتركوا المستثمرين اليوم أشتركوا الجامعية اليوم وأنا لدينا مجموعة من المستثمرين في قطاع الخاص اليوم أغلب القول الإمكانية أن يمشي وستثمره خاصة الأندية اليوم دينا والجامعات تستغلت الفرصة هذه باش أنها تسوق لمنتوج الكرة المغربية باش أنها يولي منتج للتروة ومنتجة فواصل الشغل نعم طيب نتحدث حالياً عن ربما اقتصاد موازي لكرة القرم أستاذ سعيد الخمسي تحدث عن تجربة برازيلية مشاتل والمدارس المتخصصة في انتقاء المواهب الصاعدة ربما بعد ذلك شحدها وتحويلها إلى مداخل بحالة تستغب مونديس بحالة تستغب مونديس تستغب العيبيرا أكثر من ذلك برازيل أخصنا أن نحطوه في الاعتبار برازيل المداخل الأولى لعملة الصعبة لا تأتي من صناعة البن أو صناعة الصيار تأتي من تحويات الكورة 20 ألعب هو القضية السيثمار سعب يعني من نقاش را كبير را مخصو حلقات الآن لهذا قبل قلت النموذج المغربي را لما جرالة الملك قال إعادة النموذج التنموي را إعادة نموذج التنموي ما تتعني فقط الماكرو حتى الميكرو راح تكورات القدم معنية بهذا النقاش العمومي اللي كان النموذج تنموي النموذج الكراوي في المغرب يقوم على الرع على الدعم وعلى بين القوسين السعاية بعنا الفروق تشكي من الجماعات اعطونا ما اعطوناش هذه المؤسسات ما يسمى بدوي المصالح أنا تنقبل ذلك أنني فاش نقرأ على الإعلام في تركيا كيفاش يوقف عندي عادية أن توجد ضريبة في التكستيل لصالح الإعلام بما أن تتبع بذلك الكبوت تخلص عليه الإعلام لأنه هو اللي باعلك بما أنك تتبيع السروال لبرا فهذه دوي المصالح أنا دا بتنقولها على سبيل الضحك المقاهي والوطيلات وهذا واللي واحدة بفت الفازات يقول بعت ألفين توني في النهار مدت معك تفرقه شي درهم مدت معك الدولة درهم ديتهم كل مبعدك لأن النموذج اللي فراسي هو هذا جاءت نموذج ديال الهمزة ديال المناسبة النموذج الاستثمار في الرياضة فيه ثلاثة حويش الآن ما زال يقوم على العيبي وعلى قطاع تقليدي تجعلوا المعرفة لما قلت النموذج الألماني وجابوا الخبراء الآن ما عندناه في كلية الأدب شي واحد درشي بحث على كرة القدم يمكن يكونوا في بعض ولكن ما عندناه في كلية العلم شي واحد درشي بحث على كرة الآن كرة القدم يجب أن تدخل المجال البحث العلمي قصنا تخصص رياضي ما شي ديال العام تخصص كرة القدم في برازيل ما كينش طب الرياضي كين طب كرة القدم طب ديال كرة القدم ماشي ديال رات طباب اللي غا يدير لك ديال السبق ماشي هو ديال هدا بمعنى ما يسبب بهدا بالميتافوت القطاعات اللي تتبنى أنها بعيدة عن الكرة ولكن يرفع محكمة ثم الأمر الثاني خصص المعرفة تدخل الكرة را ما زالين را تنقولها دائما على سبيل الضحك كما تردنا في السياسة تردنا في الكرة في السياسة تطورنا من النظام القابالي وكذا وهذا وصلنا لنموذج الانتخابات وكذا ولكن فقاش ولا تعدنا السياسة في المغرب لما دخلت لها المعرفة البحث العلمي الكرة الآن تدخلها البحث العلمي لا تقولش ثم الإعلام الرياضي في المغرب الآن عليه سؤال كبير أنا لم أرى أن لست أهلا ولا مؤهلا أنني باش ندير تقييم الإعلام الرياضي ولكن يمكنك تدير مقارنات بسيطة الآن كيف ضبرنا كأس العالمي يمكنك تطرح سؤال لدى المعنيين كيف ضبر الإعلام المغربي تواجد المنتخب في قطر شنو كنا تنصورو شنو كنا تنقلو شنو كنا تنقشو شنو كنا تنقولو شنو ونشوفو بعد النماديش وما نمشيوش بعيد نشوفو غير يكن مصر ما كانتش من أهلا مصر جعلت المنتخب المغربي كأنه منتخب مصر ودارت الإعلام ديالها كامل تفرغ لهذا بل أكثر من هذا حتى البرامج سياسية اللي لا علاقة لها بكرة القدم في مصر تحولت إلى برامج بمعنى الآن لهذا قلت السعب دمول نستغل للفرصة أن هناك سؤالين كبيرين السؤال الأول هو كدرنا لها هذا يجب لنا الفرحة والنستالجية والنخوة والكبرية والعز ولكن السؤال الأهم هو كيفاش نستدموها باش نستدموها أولا ما خشترى واحد نوع من الوصاية أنا اللي ربحت صافينت وما سكتوانا الربح بمعنى ما يتراش واحد نوع من الوصاية هذا ليس انتصارا لجامعة كرة القدم وليس انتصارا للحكومة ولا انتصارا للمغاربة كاملين بالتالي اللي غيجي يغدق يشاركو فيه المغاربة كاملين ورباء غبارين أشعاتين شي واحد قاس في شي قندقاء ما هذا يمكن عنده مفتاح من المفاتيح الكبرى اللي يوقف لنا الكورة بالتالي النقاش يتفتح في المجالات يضيق عدة أسئلة النموذج ديال أنا ما معرفت التعبير لكي ولكن يقولوا عليهم أنا بس مصرية النموذج ديال اللاعب كيفاش ينتقل من اللاعب ما هاوي ما والو باش يدخل الفروق رغم من الأشياء اللي في المغرب قصة نقاش لأنكي الناس اللي تواحقوا دي وناس يواحقوا معاهم أنا تنعرف دراني سخارة يلعبوا في فرق يتشتهم ويسنيوا معاهم يتسني معاهم وياكي بينا تنسى لك بمعنى أن الجانب القانوني شريعي لسنا الآن نكبو عليه لأن الانتصار اللي تراها سعيد المولا ماشي فرحد ليلا ماشي انتصار في ماتش هو تحول خسير شرح تحول مجتمعي في المغرب اتجاه قضية كرة القدم ما تنساش في هذا وكنت اكتبها في عدة تدوينات ماشي لستو مسازئين ولا هذا هناك أفكار رجعية تخلفية في المجتمع تحاوم الكرة حنا تعرضنا لها أنا كنت ألعب كرة مزيدة أنا أخوتي كنا تلعبوا كرة وكنا تناكلوا العصاف دارنا هذا قرار رياضية لأن هذه أفكار الآن في المجتمع بمعنى الشق التقافي الشق القانوني الشق المالي النماذج المالي للفرق دينا متجاوزة هذا القضية تشبع إياه شركة درنا الشركة كده أنا أجد أن أسمي الآن أنت تنعرف حدود الإشار في الإعلام أنت لما تتكلم على برشلونة برشلونة فرقات الكرة وشكولات وماطرير ممعن برشلونة اسمية تتبع في كل شيء بمعنى أن العلامة التجارية الآن أنا لدي الويداد والراجا بمعنى أن مبقاوش فروق هذا اللوغو مؤسسة مستقلة أو علامة تجارية تتجيب الفلوس بمعنى الآن خلاصة القول هو أن قطاع الكرة كرة القدم أولا أن يخرج من المفهوم التقليدية رحنا تنعراقه هذا اهتمام من مزارات الصحة لندخل في الصحة الاستباقية قبل ما يمرضوا تنتكلم على كرة القدم خرجوها من الرياضات الأخرى هنا رياضة جماهيريا الأن شفنا النقاش عن الجمهور المغربية بمعنى عمليات تأثير الجماهير لاننا أن تعرفوا quotation vis عملية الخترق حملية السياسة بمعنى أن كل هذه الأشياء ستطرح الآن للنقاش العمومي وتخرج من المقاربات السياسية الضيقة من مقاربات الهموز ونظرية الهمزة إلى مقاربة وطنية ديال أن هذا قطاع استراتيجي يمكن له يكون أحد المداخل الكبرى ديال إنتاج التروة علما أن كرة القادم في الغالب تلعبوها الدراوش هي لعبة ديال بمعنى أن نرىها داخلها فيها 200 بشر بمعنى أنها موجهة لهذا رأينا خرج لك العيبي في دوار يقدر يصوف الآن شفنا على القنوات الوطنية كيفاش مشى الاحتفاء ببونوف كده في دوارهم في قبيلهم بمعنى أن هذه أشياء كبيرة خلصنا الآن نخرجوها من البعد احتفالي مزيان هذا الحال الفرحة إلى بعدين استراتيجي كيفاش نبنيو بيه بلادنا غدا سيمة مجدري تبين بأنه الكوتشين كان لعب دوار كبير فيما حققه المنتخب الوطني وليد رقراجي بعقليتي ربما الاحترافية بقربه من اللاعبين بخطابه المحفز وليشحذ الهمم في اللاعبين استطاع أن يحدث الفرق لاحظنا ربما والنموذج أن الخطاب والقرب من اللاعبين كان عامل أساسيا مقارنة مع إيرفي رونار مع المنتخب السعودية المترجم ما يقوم بها المترجم وكانه يلبس لبوس المدرم من أجل مخاطبة اللاعبين هذا القرب في الخطاب لو كان له دور في تحفيز اللاعبين لا بكل تشكيد أنا نظن بأن اليوم هناك ثلاث مداخلية أساسية اللاعب كاللاعب كاللاعب كبير وتكون في أعلى مستوى وقام بمجموعة منتجة لأهلات وأنه يوصل إلى هذا المستوى ثاني حاجة هو أن هذا اللاعب هذا هذا المدربي هذا على عكس المدربي الذي كانوا سابقين اختلق واحد الحاجز مع الإعلاميين مع الجمهور مع مجموعة من الناس وكان واحد التواصل وهو ثلث هذا التواصل الثالث وهو الذي يجعله أنه يقرب من اللاعبة وأنه يقرب من المجتمع المغربي وأنه يقرب من الكواب صوت أسجأ ومدخل الثالث وهو أساسي وأنه مغربي ويظل مغربيا ما كان شيء واحد الذي يقرب معك على التوني ويموت معك ويقرب معك ويخسر شيء إلا لك كان مغربي لا نقول ونحن ضد المدرب الأجنبي وإنه كان عنده قمة مضافة يكون أحسن بكثير من المدرب وهو مغربي أنا كنظر بأنه ثلاث مدخل هذه المدخل هي ثلاثة لأنه هو حامل للمعرفة يتواصل جيدا وأمر الثالث هو أن مغربي هي اللي خلته أنه يصل إلى المستواد وممكن أن ندفع لها وأمر رابع هو أنه يؤمن بقدراته وهذا هو المهم لأننا في المغرب عندنا وكانت عندنا لازمة كان دائما كان نقول المهم ولمشاركة سويا كان دائما يقول بأنه هو هدف ذياله وأنه ما زال ما درنا ونحن نحق نتيجة لأنها إيجابية ونبقى إلى أبعاد المادة هذا هو الأمور نحن نربي وإذا دائما نحن نربيهم على أسألنا أن تلعب كورا لتشارك أو تلعب منافسة في الشطرانج أو في الباسكيت أو في الفولي أو شيء إذا تدر شيئا يجب أن تربح فيها إذا قريتي يجب أن تكون متميز إذا قدمتي يجب أن تكون متميز لا يجب أن تكون هذه الرسائل يجب أن ندوزها أننا مرة جاء ونصلوا للربع ونصفتنا لأمور لي عادية وعدنا أحسن ومثال على شيء كامل ما هو؟ هو منتخب كرواتي منتخب كرواتي أول مرة لسلم على حاجز الحاجز النفسي في 98 رغم من 98 إلى اليوم كرواتيا أصبحت واحد دولة التي هي رائدة وكذلك أدوار هي متقدمة أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي شكرا لكم سيدا الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد استوفينا العدد الزمني المخصص لهذه الحلقة شكرا لكم على طيبة المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم